واحد من نجوم كرة القدم المصرية اللي الحقيقة شرفونا في كل مكان وفي كل محفل من المحافل الدولية واحد من الاسماء دايما اللي مربوط عندنا بالعزيمة وبالاصرار وبفكرة انه طالما انا رجل حعمل يعني لحد اخر نفس عندي العميد الصقر كابتن احمد حسن نجم نادي الاهلي السابق ولعب النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني وكابتن منتخب مصر ولو احنا كنا بقالنا اكتر من يوم بنتكلم استلهام الروح بتاعة مباراة مصر والبرازيل فواحد من نجوم الجيل ده طبعا الكابتن احمد حسن الكابتن احمد مسائل ورده اهلا وسهلا بيك يا ايما احيشنا جدا وتحيات الكل طبعا بكل مكان حريد اخبارك يا ابو كباتن كله تمام كله تمام والله الحمد لله انت احيشنا جدا دايما بنستلهم الروح الحلوة من الجيل بتاعكم والميزة في المداخلة اللي احنا بنتكلم عليها دي انه واحد من اللعيبة المميزة جدا اللي لعبه مع النادي الاهلي واللي تميزه ايضا بشكل كبير جدا مع منتخب مصر وفي محافل دوليك كبيرة ظهرت فيها وده يخليني اسألك عن لقاء الغد ان شاء الله بإذن الله امام البايرد ما هي التشكيلة المسلى للصقر للعميد احمد حسن اللي ممكن يعتمد عليها بيتسو المسماني ان شاء الله قبل ما اقولك التشكيل طبعا يعني مهم جدا ان انا اقول اني اوفق خيرينا كلنا كمصريين طبعا النادي الاهلي بكرة بيلعب وتام بطل العالم واعتقد اني اعتقد اني زي ما قلت في الاول وفي الاخر في مباريات كده بتبقى للتاريخ ولازم نبقى واقعيين زي ما احنا زي ما انت قلت دولة وذكرت الجيل بتاعنا واحنا كان جيل كل مصر كلها بتسك فيه وبتحبه وبتسك في اداءهم ومع ذلك كنا بنبواقعين لما تيجي تلعب فعي كبير واسم كبير ومنتخذ بيه كنا بنبواقعين قدامه ان احنا بنلعب بنلتزل مجهود وبنبزل مجهود بقوة ولكن عندنا الوقاية ان هم طبعا افضل مننا في نواحي فنية كتير ولكن كان زي ما قلت لك ان احنا في الاخر بنسبة وجودنا والنكيجة دي بتعطيت بنا سبحانه تعالي فطبعا دي نصيحتي للعيد هم تلعبوا مبارد بيا بلعبوا قدام بطل العالم بلعبوا قدام صائقة منظمة دايما انت قلت الالمان ما بيها زرورش ودي يعني دايما تلاقي الالمان زي ما احنا دايما تقدم نقعد نشكر مثلا نقول لك المكن الالمان والدليل على كان لما تيجي تنص على دايما مبارد الالمان لما يجيبه جون يجيبه جون يجيبه تاني جون تلات يجيبه رابع يجيبه الخامس لو عندهم فرصة ان هم يجيبه اشين جون هيجيبه فده ميزة دايما الألمان هما ممكن قلته ما تكونش ممتعة بس في النهاية هما بينفزوا بينفزوا بشكل عملي داخل الملعب فده طبعا تبقى عنينها سابع عشان كده ليه أنا قلت المقدمة دي عشان يبقى فيه الواقعية مش معنى ذلك ان احنا نقول لا ناد الأهلي زي ما انت قلت اي حد اي حد هيتقي وضعه واحترامه تقديره لقيمة النادي الأهلي وما كانت لان اسمه تريف النادي الأهلي كبير لان دايما دايما لما بيجي تحط كده الأندية الأقصى تتويجا بالبطولات هيتحط اسم النادي الأهلي مع أندية جدية حتى لو الناس ما بيتتبعش تدور مصر أو ما بتشوفوش فلعاية النادي الأهلي تنزل تعمل مباراة قوية تأدي بشكل رجولي اعتقد ان ما سمعنا هيكون واقعي لانه هما في النواحي البدنية أقوى هما في النواحي الفنية أقوى هما في النواحي التكتكية أقوى ده وضع طبيعي ولكن معنى ذلك ان احنا مش نزلين لا احنا نزلين نسبة ان احنا عندنا كورة حلوة نلعب بشكل مميز عندنا مجموعة لعيبة كويسة تقدر ان هي تظهر قدام البرامونر بشكل كويس انا بأأمن بشكل كويس وفي نفس الوقت بحاول ما بيش مستحيل طبق القدم ما بيش مستحيل ولكن في وقعية طبعا اكيد احنا بنتكلم عليها عشان كده دايما احنا بنقول ان البرامونر فعلا المميزة وفرقة من الفرق القوية في كل خطوطها كمان بداية من حالة المرامة حد المعاجم اللي موجود بكمان اللعيبة اللي بتتقعد على ديك كويسة فانا وجهة نظري يعني انا قلت قبل كده مش عيب ان انا كل مباراة ألعب على حسب الفرقة القدامي يعني انا قلت المرامة لعبت مسلا بلبرو واتنين مساكين قدامه وده ما يقللش على فكرة من النادي الاهلي او يقول مسلا ان ده ان احنا معنى ذلك ان احنا في حتة بالعكس احنا خلي بالك نجاحات منتخب مصر او النادي الاهلي كلها كنا بنلعب بالطيادين والطياد ده على فكرة ما بتقللش من عدد الفريق او عدد المعاجمين او كلام ده او كده انت هتستخدم الطرفين بشكل هجومي وبشكل الدفاعي